طبعاً كلامنا مستمر مع حضراتك دايماً عن مهرجان العالمين وفعليات مهرجان العالمين فرقة بورسعيد وفرقة لقصر للفنون الشعبية هيدوم عروض فنية وشعبية في مدينة العالمين الجديدة ضمن فعليات المهرجان في دورته الأولى مهرجان طبعاً العالم العالمين أكيد العروض دي لقت إقبال كبير ويعني شفنا فيها تنوع وثراء لفعليات المهرجان المتنوعة والمختلفة خلينا نتابع أكتر في التقرير اللي جاي العصاية والمعلقة خلقت أجواء حلوة جداً ومبهجة هنا في الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة بيحتفلوا طبعاً مع الجماهير والزائرين في فعليات مهرجان العالمين الجديدة بالعصاية فرقة اللقصر للفنون الشعبية وهيكون كمان معنا بالمعلقة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مزيج من التراس المختلف وحالة انبساط حلوة قوي هنا في مدينة العالمين الجديدة تعالوا بينا نعيش الأجواء الحلوة والمبهجة في العالم عالمين فرقة بورسعيد القوامة في مدينة الشعبية فرقة تابعة للهيئة العامة الكسر والثقافة وزارة الثقافة المصرية الفرقة دي تم تأسيسها في عام 1964 هي من أقدم فرقة الهيئة العامة الكسر والثقافة طبعاً من أسعد الناس أن نشارك في إنجازات مصرية في عهد يليق بالإنجازات لمصر ومدينة العالمين اللي احنا شايفينها والجمال والناس الجميلة اللي موجودة إحنا خلاص إحنا عدينا مرحلة إن إحنا نقول إحنا عايزين نسافر أوروبا إحنا أوروبا بقت عندنا ويمكن كمان حتى في محافظة بورسعيد كمان في حاجات رهيبة معمولة مصر بتتطور لللي إحنا بنشوفه في الخارج واللي إحنا بنشوفه في الدول الأوروبية مصر بقت خلاص على نفس النهج وعلى نفس الخط ده إن شاء الله إحنا النهاردة إن شاء الله هنعمل الشول ما يخص التراث البورسعيدي اللي هنقدمه في مدينة العالمين بحيث اللي احنا نعرف الناس ثقافات مختلفة عشان كده بيشارك معنا فرقة لقصر فرقة الأنفوشي اسكندرية فرقة ثاني من محافظات الهائقة مدينة العالمين ما شاء الله زي ما حداك شايف كده ده تطور وإنتاج لألفين 23 نحن النهاردة إن شاء الله جايين مخصص عشان جمهور العالمين سمعين عنه كلام كويس وفي فرقة قبلنا هي كانت شرفتنا ورافعت رأسنا في الهيئة العمل أكثر الثقافة إن شاء الله من ضمن الإقاعات والحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة في الشغل بتاعنا فيه النهاردة علندها كلكات المعالق بنقدمه بشكل كويس للناس ويا رب نعمل حاجة كويسة ونشرف نفسنا ونشرف بورسعيد احنا فرقة بورسعيدة قومية الفنين الشعبية جاييني النهاردة إن شاء الله نعمل شو حلو يعبر عن تراث بورسعيد كلكات المعالق حاجات كتير جدنا نتعابع عن بورسعيد احنا كفرقة بنقدمها بشكل حلو وشكل مميز بحيث إن هو يعجب الناس وبس متحمسين إنكم تشاركوا في مهرجان العالمين الجديدة؟ طبعاً هي المدينة جميلة جداً ويعني حليقة جداً بسنة 2023 فرقة لوكسور انشيئت عام 2009 طبعاً تم تجميع الفرقة في 2008 لكن اعتمد رسمي من الهائة العام لوكسور الثقافة عام 2009 واحنا النهاردة جايين طبعاً مدينة العالمين الجديدة نشوف الروعة والجمال على الطبيعة والأرض المصرية احنا بنسمع النهاردة العالمين الجديدة لكن طبعاً لما جينا نشوفنا بالفعل حاجة سحر وجمال وروعة حاجة جزابة والناس مبسوطة طبعاً وسياحة داخلية وسياحة خارجية على أرض مصرية طبعاً يعني حتة من الجمال وجزء من الجمال فالنهاردة احنا في العالمين تبعاً ضمن احتفالات معمولة من وزارة السقافة عشان نفرح جمهور العالمين وعشان نحتفل معاكم برضو في العالمين ان شاء الله ان شاء الله احنا بنقدم فقرة العصايا السعيد اللي هو التراث بتاعنا وفقرة الفلاحي من التراث بتاعنا برضو بنقدم فلاحي ونزاوي بشغلة من العالمين الجديدة رائعك طبعاً في مدينة العالمين والفقرات الحلوة اللي بتتعلم جميلة طبعاً لا حاجات جديدة متميزة مبهجة ملفتة جداً للنظر حلوة انبسطت طيب ايه اكتر حاجة بسطتك بقى انبسطت جداً كل حاجة فيها جميلة والعروض جميلة الاستعراضات حلوة المصر روحها حلوة الفريق كله جميل صراحة روحها حلوة مميزة مدينة جميلة طبعاً وهنا ربا مش مصر طبعاً والله الصراحة تجربة جميلة جداً الجو رائع واختيار المدينة في الموقع ده حاجة تشرف جداً 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 لمصر انا لسه جاي طبعاً مقيم برا في السعودية وقامت ديات قلت اجرب ازور مدينة العالمين ولما دخلت ماشاء الله شفت يعني امكانيات رهيبة في المدينة حاجة طراز عالي وجمال احنا موجودين برا في السعودية مقيمين هم برضا عندهم امكانيات جميلة ماشاء الله بس احنا هنا عندنا ما يميز البلد من الجو الجميل والشغل عالي وجميل ماشاء الله اشتركوا في القناة